أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات ديوان يقول السيد المسيح له كل المجد فاتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي والحقيقة أن أول ما شدني في الكتب المقدس لما فتحته لأول مرة هو قدرته على التواصل معي والتقرب مني وكأنه يعرفني ويفهمني ولها علاقة طويلة معي فكان يكلمني مباشرة وشخصيا وكان يجاب على أسئلة كثيرة كانت عندي والتي بسببها غيرت إيماني القديم فكان يكلمني بشكل مباشر وبكل محبة وصدق وأحنية وكانت شخصية السيد المسيح في الكتب المقدس ومحبة الله سبب في إعادة ثقتي في وجود إله حقيقي محب وعادل وفي وجود تعاليم إلهي مقدسة قادرة فعلا على تغييري وتغييرك وتغيير كل إنسان يفتح كلمة الله ويتعرف على إعلانات فيها فيتحول بسبب هذه المعرفة إلى إنسان أفضل فقدرتها على تغييرك للأفضل يعتبر من أكبر الأدلة الفعلية إنها كلمة الله الحقيقية فعلا فكان لكتاب الله وآياته المقدسة الفضل الكبير في قبولي بالسيد المسيح اللي تعرفت عليه وعلى حقيقته من خلال كلمته وأحب أقول إن كل آيات الكتاب المقدس ذوي وفعالة وحية لكن تأثيرها يختلف بين شخص والثاني بحسب شخصيته واحتياجاته وطريقة تخاطبها معاه وعشان كذا قررت أكلمكم اليوم عن أكثر آيات كان لها التأهير الكبير والرئيسي في قبولي بالسيد المسيح له كل المجد وتغيير فكري وتغيير حياتي ولأن المحبة كانت سبب رئيسي وأساسي في بداية بحثي عن الإله الحقيقي ولقناعتي التامة إن الله لازم ولابد يكون إله محب بنسبة لا تقل عن مية في المية فكانت الآية الموجودة في رسالة يحنى الرسول الأولى واللي تقول ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب هي أول آية شفتها تصف الله بما يليق به وبما كنت جازم إنه موجود فيه ومستحيل يكون إلا كذا فهذا جزء من صورة الله اللي رسمتها في وجداني وقبلتها نفسي فالله فعلا ما طلع مكار ولا خداع ولا مضل ولا جبار ولا متكبر ولا منتقم ولكن طلع إله محب وحنان أو حنون فتخيل لما تعرف إن الله اللي تعبد إله صالح وطيب ويحبك فكيف بتكون ردة فعلك غير إنك بتبادل نفس المحبة وتتقرب منه وتتعلق فيه وتفرح وتفتخر به وهذا اللي صار معي فعلا وقربني مسافة كبيرة من الله وقربني أكثر لشخص الرب يسوع المسيح أما الآية الثانية فموجودة في إنجيل لوقة عشرة سبعة وعشرين إيش تقول الآية فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فالله إله المحبة مثل ما ذكرت فاختار أن تكون المحبة هي الرابط الأساسي في علاقتنا معه فنحب مثل ما يحبنا من كل قلبنا ومن كل نفسنا وبكل قدرتنا وعلى فكرة هذا مش أمر صعب علينا لأن الحقيقة يحبنا ويستاهل المحبة فهو إله المحبة أصلاً ولأن قلوبنا مليانة محبة منه وله فلازم نحب أنفس أنفسنا لأن إله يحبنا ويحترمنا فلازم نحب أنفسنا ونستمد محبة أنفسنا منه ونحترمها ونحافظ عليها وخلني أقول لك أن هذا بيختصر عليك مواعيد وحصص وفلوس بتدفعها لمدربين التطوير الذاتي عشان تقدر تقبل نفسك وتتعلم تحبها فالسيد المسيح هو سيد التنمية البشرية بدون منازع ومنه تعرف تحب نفسك لأنك محبوب الرب فعلا أما الآية الثالثة فتقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم يعني الكره خلص والحقد انتهى والعداوة ماتت والغيرة والحسد صاروا من الماضي فلا لله أعداء تتقرب لها بكرههم ولا لك أعداء تنفر من الله بسببهم وعليه فلازم تحب قريبك كنفسك وتكون المحبة موصولة من الله لقريبك من خلالك أنت يعني مثل ما الله يحبك وإنت تحب نفسك فما تكتمل شركتكم إلا بمحبة أخوك وأختك اللي عايشين معاك وهنا ما تقصد الآية الناس اللي عايشين معاك وتعرفهم ويعرفونك وتحبهم ويحبونك لكن تشمل حتى الناس اللي يعتقدون أنهم أعداء لك ويتمنون لك الشر فتخيل كيف تسمع كلام بهذه الصورة من الحب والقداسة والتعليم الطاهر وما يتغير فيك وفي قلبك شيء خاصة إذا عرفت أنك بهذا التعامل وهذا الإسلوب تكون مشابه لله اللي تعبد نفسه اللي يقول في إنجيل متى خمسة خمسة وأربعين لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين وهذا هي الآية الرابعة اللي كانت سبب في قبولي بالسيد المسيح له كل المجد واللي كنت أعتقد أنه ما بيقبلني بسبب ذنوبي وبعدي عنه لأنه يقول في الآية الخامسة لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة فالجميع خطاء محتاجين لمحبة الله وغفران لهم وكلنا تهنا وفسدنا وأوعزنا مجد الله عشان كذا لازم ما ندين أحد عشان ما ندان ونترك الرياء والكذب والتحذب والتكبر والنفاق والتمثيل أننا أطهر الناس وإحنا مليانين مشاكل وعيوب وهنا تيجي الآية السادسة واللي تقول من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر فالله وحده القدوس وكلنا خطاه ومع كذا حبنا ومستعد يغفر لنا لو اعترفنا بذنبنا وتبنا وطلبنا منه المغفرة فالله مش مهم عنده يعاقبنا كثر ما هو مهتم بخلاصنا وسعادتنا وتخلصنا من قيود الخطيئة وتحررنا منها وهذا هو الإله الحقيقي ومش المنتقم الجبار اللي يحذرنا نفسه أو اللي يحلف يمل النار من الناس ولكن إله الله اللي يقول في إنجيل متة 12 سبعة وهي الآية السابعة معنا اليوم وتقول فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لذبيحة آمين يا رب فلازم نتشبه فيه ونسوي مثله فنحب ونغفر ونسامح ونعطي ونساعد ونحط أنفسنا مكان غيرنا ونحكم على أنفسنا بعيوننا ونعاملهم مثل ما نحب إنهم يعاملوننا وهذا مضمون الآية الثامنة اللي معاني اليوم والموجود في إنجيل متة 7-12 وتقول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم أما الآية التاسعة فهي آية تكرم المرأة فعلا وتعطيها حقها ومكانتها ومش مجرد كلام يقول الله في سفر التكوين وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره ونظيره هنا تعني المساوي له يعني مش أرفع منها ولا أعلم منها ولا أغلى منها ولا أعز منها ولا يسبقها إلا بمحبته لها واحترامها وتقديرها له أما الآية العاشرة فآية جميلة تلخص أقدس علاقة إنسانية بينك بشر وهي مؤسسة الزواج وتقول الآية من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد اثنين بل جسدا واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان عمين فطول عمري أشوف إن مكانة الزوج بالضبط مثل مكانة الأم والأب يعني ثابتة ومستحيل تتغير أو تتبدل أو تنحل وهذا اللي كان يتناقب مع عقادتي السابقة اللي فيه الزواج بكلمة والطلاق بكلمة والاستبدال بكلمة بدون وفاء ولا إخلاص ولا وجود معنى للخيانة أو لحفظ العهود أو لأن من الطبيعي أن يكون الله المحب الرحيم الرحمن الودود الغفور إله سلام مش إله حرب فكانت الآية الـ 11 معنا اليوم هي اللي تقول في إنجيل متع فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف فبالسيف يهلكون آمين ثم آمين وهذه الآية رد بسيط على كل إنسان يدعي أن الإيمان المسيحي يحرض على الحرب أو فرض الجهاد فكانت هذه هي الآيات اللي شكلت الفرق عندي وكانت سبب في قبولي بالسيد المسيح ولأني أحبكم ومش بخيل عليكم فمستحيل أنهي الحلقة قبل أقول لكل إنسان وحيد وتعبان أن المسيح يقول له في آية غير تعالوا إلي يا جميع المتعبين وتقيلي الأحمال وأنا وريحكم وأقول لكل إنسان محتاج عون الله أن يساعده يقول فالآية يقول له أطلبوا الرب ما دام يوجد يدعوه وهو قريب وأخيرا أقول لكل إنسان ضايع ومهتم يعرف الحقيقة أن السيد المسيح يقول له أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به آمين ثم آمين يا رب آيات الكتاب المقدس كل آية فيها تسوى الأرض وما فيها تغير وحية وفعالة هذا بعض الآيات القليلة اللي كان لها تأثير فعلي وحقيقي في حياتي وبتكون لها تأثير حقيقي في حياتك وعلى فكرة هذا اللي المفروض هذا النتيجة الطبيعية اللي المفروض تكون بعد تعرفك وقراءتك لكلمة الله إنها تغيرك كلمة الله لازم تكون لازم عندها القدرة إنها تتغيرك وتستطيع إنها تجعل منك إنسان أفضل وبكذا تعرف إنها كلمة الله فعلا إذا أصبحت إنسان أفضل فأشجعك إنك تفتح كلمة الله وتتعرف عليه وأنا أضمن لك إنك حتجد آيات حتتخاطب معاك وحتشعر إنك تعرفها من سنين أو تدور عليها من سنين شكرا لكم وأنا مبسوط أكون معكم في الديوان وأنتظركم في الحلقة الجاية ويا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر